تواصل صحيفة الاخبار نشر وثائق ويكيليكس حول حرب تموز التي سيستند اليها حزب الله لتكون وقودا لمعركة جديدة قرر ان يفتحها على فريق الرابع عشر من اذار جديد هذه الوثائق مواقف منقولة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كتبت الاخبار تقول انه ورغم السوء السياسي المستحكم في العلاقة بينه وبين الرئيس فؤاد السنيورة تظهر برقيات السفارة الامريكية في بيروت ان ثمة الكثير مما كان مشتركا في المواقف بينهما خلال حرب تموز اب 2006 فالرجلان الذين اسسا في الحرب شراكة لم تستمر كان مصرين على تحقيق وقف لاطلاق النار في اسرع وقت ممكن لم يربطا موقفهما ذاك بنتائج سياسية مباشرة كما فعل غيرهما من السياسيين اللبنانيين واضافة الى ذلك عارض المفاوضان اللبنانيين نشر قوات دولية تحت الفصل السابع فضلا عن تأكيدهما المستمر اهمية حل قضية مزارع شبعة البرقية المؤرخة في التاسع من اب عام 2006 تكشف ان بري اكد للسفير الامريكي انذاك جفري فلتمن محورية حل قضية مزارع شبعة ويقول في هذا الاطار بري اذا لم تتحرر مزارع شبعة فساعارد شخصيا نزع سلاح حزب الله لكن اذا تحررت فمن سيكون بحاجة الى حزب الله يسأل بري فلتمن اما وزير بري محمد جواد خليفي وفي لقاء بينه والسفير الامريكي فلتمن سجل انه جرى على وقع الصوت القوي للتليفزيون بهدف تعطيل اي وسيلة تنصد قال ان الخلاف بين بري وامين عام حزب الله سيد حسن نصر الله ينبع من تطورين ابرزهما ان بري كان غاضبا من خطاب النصر الذي القاه نصر الله يوم الرابع عشر من اب والذي تصرف خلاله نصر الله ظامن نفسه اكبر من صلاح الدين واكبر منا كلنا وفق ما تنسبه الوثيقة لخليفي وبحسب الوثيقة فان خليفي ابلغ السفير الامريكي ان بري ونصر الله هما على خلاف حاليا وان بري كان ورغبة منه في كبح جماح حزب الله خدع وزيري الحزب من خلال موافقته على قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ في السادس عشر من اب بنشر الجيش اللبناني في الجنوب رغم ان جزءا من القرار تخطى الخطوط الحمراء لنصر الله واعبر خليفي عن اعتزازه العميق بانه وضع علم الدولة المركزية خلال جولته في الجنوب ويقول انه بمؤازرة افراد من قوى الامن الداخلي استعاد خليفي المستشفيات والمستوصفات التي كان حزب الله قد بدأ باحتلالها طاوضا منه على تدمير مرافقه وباستثناء المستوصفات الطبية المدمرة التي اصحت خارج الخدمة قال خليفي انه اعاد سيطرة الحكومة اللبنانية على المستشفيات والمستوصفات في الجنوب ووفقا للوثيقة رأى خليفي ان اجواء النصر ستخفت وان اهل الجنوب سيستفقون قريبا على الخسائر التي منيوا بها بسبب نزاع تسبب حزب الله به اشتركوا في القناة